مرحبا بكم مشاهدينا ومشاهدي برنامج المرأة المسلمة وقناة الحياة حلقتنا النهاردة بعنوان المخطوطات القرآنية وكشف المسطور قبل أن أقدم ضيفي لكم النهاردة عايزة أعرلكم قصة صغيرة جدا عن امرأة مسلمة مغربية قصتها حتقدنا إلى فهم لماذا يجب أن نفهم أهمية دراسة المخطوطات والدراسة للقرآن بشكل مكثف الحقيقة القصة دي لمست قلبي جدا ست مسلمة ما أسعفتها الظروف أنها تدخل المدرسة لأنها وقعت كفريسة للتمييز ضد النساء في هذا الوقت كان عندها أولاد وكانت زوجها وكان أكتر شيء بتحبوا أنها تسمع القرآن وكان حلمها الكبير أنها تقدر في يوم من الأيام تقرأ القرآن بنفسها وتجود القرآن بنفسها كانت بتحب تسمع الشيخ عبد الباصط عبدالصامد وفي يوم من الأيام استطاعت أنها تدخل مدارس محو الأمية في المغرب واستطاعت أنها تتعلم القراءة والكتابة ودخلت بعدها على طول إلى مدرسة من مدارس التجويل في المدرسة المعلمة طلبت منها أنها تقرأ ثلاث أربع آيات فاختارت الآية من سورة الزخرف الآية 19 وهي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وللمفاجأة الشديدة بالنسبة لها المعلمة وقفتها وقالت لها لا الملائكة عند الرحمن اكتشفت أن الست بعد تكرار الموضوع ده عدة مرات أنه هناك فرق بين الآية دي هنا والآية دي هنا وقالت لها المعلمة أنه هناك السبع قراءات وسبع لهجات مختلفة للقرآن وده يعني مش مشكلة أنت قريتي بحفظ احنا بنقرأ بورش المشكلة أن هذه القراءات لم تكن اختلافا في حرف هنا ولا هنا ولكنها كانت اختلاف المعنى يؤدي إلى الفهم خاطئ للقرآن عند الرحمن عباد الرحمن كان ده سبب أن هذه المرأة شجعت ابنها أنه يدرس القرآن ويدرس المخطوطات حتى يجدوا إجابة بدل النصرة في حالة هذه السيدة كان هناك تساؤلات كثيرة وحيرة كبيرة يرد عليها اليوم ابنها ضيفنا اليوم الأستاذ محمد المسيح اللي بيشرفنا على برنامج المرأة المسلمة لأول مرة اليوم أولا تحية ليك وتحية لوالدتك الست العظيمة اللي كانت سبب في أنك بقيت أحد يعني الناس الندرين في دراسة علم المخطوطات للقرآن وكاتب لكتاب مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة حكلمكم عنه بعد شوي أهلا بيك أخ محمد ربنا يبركك وبشكرك أنك معنا النهاردة أهلا وسهلا الأخت أماني وأهلا بجمهورك الكريم وتحية للجميع شكرا على الاستضافة وأنا جد فرحان أكون معكم ربنا يبركك أنا سعيدة جدا يعني طال انتظرنا لهذا اللقاء الحقيقة أنه المشاهدين النهاردة كانوا فرحانين جدا أنك موجود معنا ويعني كان في بعض الاعتراضات عشان مش مصدقين يعني إيه أن المخطوطات تكشف مستورا في القرآن أو تعطي رؤية جديدة لمعنى القرآن وما هو والمعاني الموجودة فيه فحقرى لك واحد من الأسئلة اللي بعتها المشاهدين النهاردة يعني في صورة تعليق مش سؤال بيقول كده أنه دعكم من القرآن واهتموا فقط بكتابكم يكفي القرآن أنه حفظ في الصدور منذ عهد الرسول إلى الآن وهناك ملايين من الناس يحفظونه ظهر قلب اليوم أما أنتم فحتى أباءكم بابواتكم لا يحفظون حتى صفر من كتابكم حتى غاضع عن التعليق على موضوع يعني حفظ الكتاب المقدس أم لا لأنه مش ده موضوعنا النهاردة ولكن الحقيقة سؤال المشاهد بيخليني أتساءل هل حفظ القرآن في الصدور هو ما حافظ القرآن اليوم وعلى الأقل نبتدي بسؤال إيه أم المخطوطات أو أقدم المخطوطات للقرآن النهاردة المعروفة نعم نعم هذا هو دائما نسمع هذا الرد أن القرآن كان محفوظا في الصدور وهذا كنت أصدقه لفترة طويلة إلى أن درست علم المخطوطات ورسم المصاحف وقتها رفت أنه لا الموضوع ذا مصحف نعم لأنه هناك العديد من القراءات وصلت بحسب الهدلي إلى 1459 طريقة وقراءة واحتفظ علماء القراءات في بداية الأمر بسبع قراءات مختلفة من خمس مدارس مختلفة ثم فيما بعد أضيفت ثلاث قراءات وبعد ذلك أضيفت أربع قراءات إلى أن أصبحت 14 القراءة عند الدمياط وهذا إن دل على شيء فإنما أنه لم يكن محفوظا فعلا في الصدور لكثرة هذه القراءات المختلفة ومن هذه المدارس القراءات ظهرت روايات كثيرة ومن بينها رواية وارش ورواية حفص اللي حضرتك بدأت بها الحلقة عن موضوع السيدة الوالدة لأنه فعلا أنه دا اللي حصل بالضبط ودا اللي خلاني أبدأ موضوع دراسة القراءات المختلفة ثم ذهبت فيما بعد إلى رسم المصاحف ثم إلى علم المخطوطات إذن خليني قبل ما تنتقل لنقطة يعني عايز بس أسألك سؤال في الحتة دي إحنا نشأنا على أنه يعني أنا وأنا مسلمة أخ محمد أنا لم أكن أعلم شيء عن هناك قراءات أخرى بهذا الشكل يعني هل أما حضرتك بتقول هناك 1970 قراءة 1459 أسعني 1400 وسط منهاbie 14 في كل هذه القراءات هل هناك نفس النوع من القراءات التي تعطي معنى مختلف للكلمات؟ نعم بها الشكل نعم هناك اختلاف في المعنى اختلاف في التنقيط الأحرف لأنه كما تعلم سيدة الكريمة أن الحروف العربية في القرن السابع الميلادي في بداية ظهور الإسلام كانت حروف غير منقطة فبالتالي كانت تكتب فقط الرسم وهذا الرسم فيما بعد أضيف التنقيط والتشكيل والهامز وألف المد هناك تطور في مراحل جاءت بالتتالي من عصر حتى الرواية الإسلامية تتكلم عن ذلك وتقول أنه عندما أراد عمر بن الخطاب أن يجمع الجمع الأول في عصر أبو باكر جمع الأول لأنه بسبب كما قيل أن الحفاظ قد ماتوا أو قتلوا في حروب الردة وكان ممكن يتسبب ذلك في انقراض النص القرآني فطلب عمر بن الخطاب أن يكتب القرآن أو ينسخ وفي البداية الخليفة أبو بكر لم يرقه ذلك لأنه قال لو كان مطلوبا لطلب الرسول ذلك في حياته لكن هذه طبعا فقط الرواية وفي الآخر يعني اقتنعها وهذه رواية أيضا يعني من الممكن أن نقول أنها ممكن تكون صحيحة لأنه هم لم يتعودوا على كتابة القرآن ولكن على حفظه نعم نعم لا هو الحفظ لأنه بما أنه طلب اللجنة أنها تجمع القرآن معناته أنه لم يكن محفوظا محفوظ في الصدور كنص موحد هي كانت اختلافات لهذا ظهرت العديد من المصاحف كمصحف عبد الله بن مسعود لا توجد فيه قول عدوا برب الفلق وقول عدوا برب الناس وصورة الفاتحة غير موجودة وهناك قراءات مختلفة ممكن أن نجد بعض الآثار لها في كتاب المصاحف للسيجستاني كذلك أبي بن كعب فأبي بن كعب كذلك كان لهم مصحف وكانت عدة مصاحف عند الصحابة واختلفت في ذلك فرأى فيما بعد الخليفة عثمان بن عفان أن يوحد هذه المصاحف ويقضي على باقي المصاحف اللي كانت موجودة فأمر بإطلافها أو حرقها أمين البيان واحدة ما بيحب يخلص من حاجة يحرق الأدلة يعني هو حرق الأدلة اللي كانت على وجود الاختلافات لو كانت موجودة كمادة تاريخية كانت شيء رائع جدا لكن الخليفة خاف من وقوع أن هذه القراءات تعمل بلبلة ومشكلة للمسلمين لأن النص كان لازال في الفترة المبتوحة وليس في الفترة القانونية فالفترة القانونية هي الفترة التي النص يبقى موحد حتى في الكتاب المقدس يعني موضوع الفولغاتا شبيه بهذا الأمر فالخليفة رأى أن يوحد النص فتوحيد النص وحده من خلال الرسم فقط وليس من خلال القراءات فبعدين لما بعت هذا النص اللي هو يسمى بمصحف الإمام إلى مدارس كدمشق والبصرة والكوفة ومكة والمدينة طبعا كانت هناك قراءات مختلفة من هذه المدارس الخمسة نشأت القراءات السبع الأولى ثم فيما بعض يعني أضيفت قراءات أخرى فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لم يكن محفوظا في الصدور وهل أيضا القراءات الأخرى اللي أضيفت من الممكن أنها كانت تكون بسبب أن القرآن المكتوب لم يكن منقوطا ولا مشكل فالوحد بيحذر يعني نعم هي اجتهاد من القراءة لقراءة الرسم المصحف هذا هو اللي نشأ لنا اختلاف القراءات الموجودة وهي كثيرة جدا يعني للتوحيد النص فحاول علماء الإسلام أن يتجهوا نحو قانونية النص ولهذا السبب نجد أنه قراءة حفص هي القراءة الأشهر في العالم يعني حتى الأبحاث والدراسات القرآنية هي تقدم حسب قراءة حفص والقراءات الأخرى استبعدت حتى لا تجعل هناك مشاكل في الدراسات القرآنية لكن كيف تستبعد قراءة مثلا في المغرب أنتو بتقروا حسب ورش نعم بالرواية ورش نعم فكيف تستبعد قراءة يفهمها يتعبد بها قطاع كبير من المسلمين يعني لو قلنا بس أن المغرب لوحدها يعني هما اللي بيستخدموا ورش ده غير لائق أبدا أنك تكون بتتعبد بشيء أنت ممكن تكون فاهم عكسه خليني أرجع تاني وأسألك لا بس اسمح لي أنه بالنسبة لعلماء الإسلام فهم يقولون على أن هذه القراءات السبع يعني بأي واحدة منها قرأت فهو يجوز يعني ليست أمر غلق إلا أن الإشكال اللي حصلوا حتى نوضح الموضوع والمثال التي قرأت منه السيدة الوالدة كان واضح جدا أنه كلمة عباد الرحمن فعندنا في الأصل عين نبرة دال فقط والعين نبرة دال اللي قرأ بقراءة وارش أو رواية وارش نقط النقطة فوق النبرة فأصبحت عين دا بينما رواية حفص فنقط النقطة تحت النبرة فأصبحت عبد الرحمن لكن الملائكة بالجمع فحطوا وإلى الآن في المصاحف بحطوا هذه الألف الخنجرية الصغيرة التي تكون فوق الحرف فقرأت عباد الرحمن بالجمع ومن هذا الموضوع كثير الكثير جدا من الاختلافات وهي اختلاف بالمعنى أعف هنا عشان أدي المشاهدين فرصة أنهما يكون عندهم معلومات أكتر في هذا الموضوع خليني أقول لكم على كتاب الأستاذ محمد المسيح هو مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة وأيضا يعني أنا لم أنوه عن الموضوع ده في أول برنامج ولكن طبعا الأستاذ محمد عنده برنامج تاريخ الإسلام المبكر أكتر من 150 حلقة موجودة فيها هذه التفاصيل هنا في جداول تقدروا تشوفوها فين الآيات اللي بتقرأ من قراءة لأخرى فتغير المعنى وهتكون المسألة صادمة جدا بالنسبة لكم إحنا باقي عندنا جزء صغير جدا من طبعة هذا الكتاب يمكن 60-70 كتاب بس لكن النهاردة الأستاذ محمد تفضل أنه يتطوع لأنه يرسل الكتاب مع إمضاءه وإهداءه للمشاهدين اللي يطلبون النهاردة وأيضا هنقدم لكم خصم 25% من قيمة الكتاب لكن عليكم منكم تدفعوا رسوم الشحن فمن فضلكم تقدروا تدخلوا على أدي الإيميل بالبرنامج تقدروا تبعاتولي أو على الويب سايت للقناة تطلبوا في الكتاب من الجزء الخاص بالمطبوعات بتاعتنا وحيوصل لكم الكتاب الكتاب ده ثري جدا أستاذ محمد حضرتك قد قدمت فيه جداول مليئة بهذه الاختلافات يعني لو تقدر تشير للموضوع ده ولسه برضو مصر أعرف أي أقدم مخطوطة للقرآن موجودة النهاردة نعم هو الكتاب كما حضرتك أشارتي أنه اسمه مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة يعني هذا فقط مدخل يعني الكتاب هو عبارة عن مقدمة لمجموعة من الكتب سوف نكتبها والآن لقد انتهيت من كتابة كتاب حول طرس صنعاء وهو بالمناسبة هو أقدم مخطوطات القرآن على الإطلاق هو طرس صنعاء وأقصد به النص السفلي لو حضرتك توري للمشاهد الكريم الصورة التي هي بالأشعة ما فوق البنفسجية لرؤية النص الممسوح فكلمة طرس من نعم فكلمة طرس أو طلس أو بالامسيست فهذه الكلمة معناها أنه كان نصا مكتوبا ثم موسح لسبب من الأسباب قد يكون تطور هذا النص قد يكون أهمية ما كتب فوقه هو أهم مما تحته أو هناك إخفاء لنص معين وإطلافه بالمرة في نص ممكن يكون شكله كده أنا حطيت صورة لنص مكتوب أهو ولما نبص عليه بالأشعة نشوف المكتوب تحته بيبقى بالشكل ده وده الأهم تفضل نعم فالأشعة فوق البنفسجية هي تعمل يعني تعمل تأثير على الحرف الحروف أو الخط الذي هو ممسوح على المداد أو الصمغ الذي كتب بها هذا النص ويعطينا هذا الشكل الذي نرى فالطر الصنع هو أقدم نص على الإطلاق لعدة أسباب أولا عندما فحص بالكربون المشع رغم أن الكربون المشع لا يقدم على أنه هو حقيقة بل يعطينا زيادة ونقصان خمسين سنة زيادة خمسين سنة نقصان فلا يعطينا الوقت المضبوط للمخطوطة يقال على أنه هناك هناك مخطوطة بيرمينغهام في 2015 قيل على أنها قديمة وتعود إلى أحد صاحبه وده غير صحيح يعني لأنه اعتمدوا على اعتمدوا فقط على الكربون المشع فحص الكربون المشع وفحص الكربون المشع كما قلنا أنه لا يقدم لنا الوقت بالتدقيق بالتدقيق هناك لكن الفرق بين يعني طبعا مخطوطة بيرمينغهام دلوقتي العلماء أثبتوا أنها مش أقدم مخطوطة ولا أي حاجة ده 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 الرد القاطع اللي حضرتك بتقوله المسلمين نعم هي في المرتبة الثالثة نعم تعتبر نعم هي في المرتبة الثالثة لكن لكن النص اللي قدامنا دلوقتي أو جزء منه ده هو نص صنعاء اللي كان أو أقدم المخطوطات الموجودة نعم ويعتبر تاريخه من إمتى يعني هو يعود إلى عصر عبد الملك بن مروان يعني في الفترة فترة البداية توحيد النص لأنه الحجاج بن يوسف تقى في كما تقول الرواية على أنه هو اللي بدأ يضع ألف المد في العديد من الكلمات ككلمة قالوا مثلا أو كانوا وهذه الظاهرة الإملائية نلاحظها في مثلا مصحب باريزين وبيترو بوليتانوس الذي هو يعتبر الثاني رقم اثنين في العالم وكذلك لما ننظر إلى تر الصنعاء وتر الصنعاء بالمناسبة هو تحت رقم دي أ أم سفر واحد سبعة وعشرين نقطة واحد هذا هو رقمه العلمي لكن بيرمينجهام مخطوطة بيرمينجهام هي عليها ألف المد في فقالوا موجودة ألف المد بوضوح لا تسعد هذه الفترة عبد الملك ابن مروان بداية القرن الثامن الميلادي حدرتك كده بتورينا أهمية دراسة المخطوطات لأنه الفروق الصغيرة دي هنا في تنقيط هنا ما كانش هنا كان في عدد الحروف المستخدمة أقل في الوقت ده ده بيقول لك أي زمن وأي يعني وقت اتكتبت فيه هذه المخطوطات دي يعني بالنسبة للمسلم يعني حضرتك عارف برنامج المرأة المسلمة أنا بحاول أن أنا أتكلم فيه ببساطة جدا ووصل للمسلمين اللي إحنا كنا بنعاني من عدم فهمه فببساطة يعني أنا أعلم أنه مثلا وأنا صغيرة أنا عمري ما اتضربت في البيت مثلا لكن اتضربت في المدرسة علشان شكلت القرآن غلط مثلا وأنا بقرأ فنجد أنه المسألة ما بقاتش هو ما كانش بتشكل أصلا عشان يضربون عليه يعني فأهمية بقى دراستك للمخطوطات وأهمية أنه المسلم اللي بيسمعنا النهاردة يقتنع أنه دراست المخطوطات دي دراسة علمية مهمة جدا بتقولك إيه الأسرار اللي موجودة داخل هذا النص تقدر تكلمنا في الاتجاه ده إزاي نعم بواسطة المخطوطات استطعنا أن نحصل ماديا على نصوص وتعتبر من التاريخ المادي لأنها وثائق وهذه الوثائق تقدم لنا معلومات مثلا ترتيب الصور لو خدنا على سبيل المثال ترتيب الصور في طرص صنعاء على سبيل المثال نجد مجموعة من الاختلافات فصورة التوبة في المصحف الحالي يليها يونس لكن بالنسبة لطرص صنعاء النص السفلي نجد أن صورة التوبة تتبعها صورة مريم نعرف أنه صورة هود بعدها يوسف لكن هود في طرص صنعاء النص الممسوح بعده الأنفال وكذلك يوسف بعده الكهف الحجر بعده الفرقان الجمعة بعدها الفجر المنافقون بعدها الجمعة يعني هذا الاختلاف وليس فقط في الطرص هناك بعض المخطوطات الأخرى التي تعود كذلك لمخطوطات صنعاء مثل دي أ أم سفر واحد شرطة تلاتة وثلاثين نقطة واحد نجد أن شعرات تتبعوها صورة صورة صافات طب إيه همين دا يعني أنا أهمني دا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه النص لأنه حب النص يحتاج إلى ترتيب الصور يعني نحتاج إلى ترتيب الصور فترتيب الصور الحفظ كده قول لك أنا حفظت الربع الأول الربع الثاني وهكذا أنا حفظت الجزء الفلاني فلازم دايب أمرتب نعم بالترتيب المعروف طبعا بالترتيب المعروف اللي هو بهذه الطريقة يكون سهل حفظ حفظ القرآن لكن إذا كان هناك اختلاف هناك اختلافات كثيرة في ترتيب الصور كذلك في بعض الآيات غير موجودة في بعض الآيات موجودة في زيادة ونقصان اختلاف الكلمات مثلا نجد على سبيل المتال المرادفات كلمة مثلا كلمة النار وقودها النار والحجارة تجد كلمة بدل النار جهنم على الأصل كلمة اللي هي غوهنم معناها بالعبو بالعبري معناها واد النار يعني انه جاءت على الأصل ككلمة جنة وفردوس كذلك يعني هدي بعض فقط لأنه الموضوع متشاعب ويحتاج إلى ساعات وساعات لا أنا لازم أستأذن حضرتك في أننا ناخد حلقة بس في الموضوع ده في موضوع المرادفات والاختلاف في المعين لأنه ده مهم جدا جدا لكن خليني يعني أنت كده وريتنا بعض الأسرار اللي موجودة داخل هذه المخطوطات اللي الحقيقة بتغير لنا في معنى ما فهمنا يعني ما يقولك أنا أتدبر القرآن أتدبره بحفص ولا بورش ولا بإيه يعني لازم يكون فيه شيء سابت يخلينا نرتكز عليه في التعليم لأنه ده تعليم المفروض أنه تعليم روحي ده تعليم عقائدي ده اللي بيطلع منه الفقه فالموضوع مهم جدا بالنسبة لنا يعني في وسط حديثنا في في الأيام الماضية حضرتك اتكلمت عن معنى القرآن يعني إيه قرآن ف الحديث ده كان كان مفيد جدا بالنسبة لي يحب أنك تشارك المشاهدين في هذا الأمر نعم كلمة القرآن هي موجودة في النص القرآني تسعة وستين مرة منها تسعة واربعين جاءت ب بألف لم معرفة القرآن وعشرين مرة بدون تعريف قرآن يعني بدون تعريف وهناك طبعا فرق لأنه مثلا نجد في سورة الإسراء الآية ثمانية وسبعين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني هنا كلمة قرآن بدون تعريف فالكلمة هي في الأصل هي من شقين قرى بمعنى تعلم تلا وكذلك حتى باللغة الآرامية قرى معناها تعلم ولازم نحن في المغرب نقول قاري شخص قاري يعني متعلم فكلمة قرى معناها تعلم وآن في آخر الكلمة تكون يا إما الصفة أو التحقيق فإذا كانت الكلمة معرفة بألف ولم فتكون للتحقيق أما إذا كانت غير معرفة فهي تكون صفة صفة مثل ماذا مثلا نقول عطشان فرحان كسلان إلى آخره معناها يعني يصف حالة المشار إليه بينما إذا كانت معرفة القرآن وقتها معناها أنه فيها تحقيق وهذا التحقيق مثل كلمة مثلا الحيوان في صورة العنكبوت الآية 64 تقول وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان الحيوان هنا معناها لهي الحياة الحقيقية إن كنتم تعلمون ليس معناها الحيوان يعني الدواب لا معناها الحياة الحقيقية إذن القرآن بدون تعريف معنا صفة صفة القراءة يعني شخص يقرأ يقرأ في صورة قراءة الفجر بينما القرآن معناه التعليم الحقيقي وما هو هذا التعليم الحقيقي التعليم الحقيقي هو أنه يأخذ نصوص من كتب مقدسة وتجمع هذه النصوص لتشكل لنا آيات وصور ومصحب بأكمله فكلمة قرآن معناها التعليم الحقيقي تعليم فيه قصص للتذكير وللإرشاد سوري وكذلك فيه مقاطع من الكتب التي سبقته لأنه هو يشير إلى ذلك ويقول إنه لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني يعطينا يعطينا أنه أصله أو مصداقيته أو هذه النصوص كانت موجودة قبل القرآن لكن كانت بلغات أخرى أعجمية منها لغة اليونانية واللغة الآرامية واللغة العبرية وهذه الثلاث لغات تجد بصمات واضحة موجودة في النص القرآني على سبيل المثال تجد منها بصمات في النص القرآني نعم نعم يعني إذن حدثك بتقول أنه القرآن لما نعرفها بالألف إذن القرآن هو الدستور هو مصدر التعليم نعم مصدر التعليم بالضبط نعم لكن قرآن الفقر دي يعني قراءات قراءات معناها قراءات وتلاوات تكون الصبح يعني أنه تجويد القرآن على سبيل المثال نعم لأنه هذه العادات كانت موجودة قبل الإسلام كانت في الكنائس والأدير وحتى في السيناغوغ في يعني في دور مساجد اليهود كانت هذه الصلاوات خاصة صلاة باكر مع قراءة المزامير فكانت موجود هذا النوع من القراءات في الفجر ما يهمنا في هذا التعريف برضو هي النقطة الثانية التي حضرتك قلتها أن الكتب التي كانت موجودة من قبل وجدنا لها أثر داخل القرآن إذن اقتباس القرآن من العهد الأديم مثلا أو من الكتب المقدسة أو من قصص مع سطير زي نعم قصص كصورة الكهف مثلا أصحاب الكهف فكانت موجودة في المورود الثقافي عند السوريان عند السوريان كانت كانت موجودة هذه القصة قصة فتية أفاسوس فهذه القصة تتحدث عن سبع فتية ناموا بسبب الطهاد وكان كتبها ماريا عقوب السروجي فكتب هذا النص لثلاث أشياء الأول ليقول أن المسيحية انتشرت بشكل واضح لأنه في عصر قسطنطيني الأول أخذ أخذت المسيحية كدين للدولة وأصبحت منتشرة في العالم القديم تقريبا كله وكذلك وكذلك يتحدث عن القيامة يعني أنه هناك كانت بعض الهرطقات تقول على أن الإنسان عندما يموت فلا يحيى مرة أخرى لهذا السبب يعني وضع هذه القصة كوعدة لكي يقول بالقيامة كذلك موضوع موضوع الطهاد طهاد أباء الكنيسة الأوائل منهم هؤلاء الفتية فتية أفاسوس فكانت الطهاد يعني في بداية قبل أن تصبح المسيحية يعني منتشرة في كل العالم القديم يعني الحقيقة أننا في سورة الكهف مثلا هذه القصة واضح أنها مقتطعة يعني دخلت كده جوه النص وإحنا يعني مش عارفين ارتباطها بالضبط فده مثل من الأمثلة عن الأمور اللي أخذها محمد من ديانات أخرى نعم هي استعراض على معرفة هذه النصوص وحتى يعني الدخول في الحوار مع مع أصحابها لأنه قصة أفاسوس نفسها نجد هناك ثلاث روايات رواية عند اليعاقبة ورواية عند النساطرة ورواية عند السوريان السوريان الملكانيين فالملكانيين كانوا يقولون سبع شخصيات من النبلاء هما يتحدث عنهم النص بينما عند النساطرة تجد فقط خمس شخصيات وعند اليعاقبة ثلاث شخصيات فقط إذن لما القرآن يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ثم يقول يقولون خمسة سادسهم كلبهم ثم يقولون سبع يعني هو يذكر بالتفصيل الحوارات التي كانت موجودة والنقاش الذي كان موجود في ذلك الوقت نعم والقرآن هو أخذ مجموعة من النصوص من الكتب اليهود كالمشنة على سبيل مثال أو المدراش كقصة إبراهيم مدراش ربا موجودة فيه مقاطع من العهد القديم أو التوراة أو المزامير الزابور مأخذة منه بعض المقاطع وهذا النوع من الكتب يسمى عند باللغة اللاتينية يسمى كتاب الليكسيناريوم هو بدل ما نروح نقرأ الكتاب مقدس كله في الكنيسة فنحتاج إلى مقاطع تخص الوعد أو تخص المناسبة الحفل الديني كعيد على سبيل المثال فنأخذ فقط النصوص التي نحتاجها فهذا النوع من الكتب هو كتب كتاب الفصول والقراءات ظهر في القرن الخامس الميلادي ويقابله عند السوريان كتاب القريانة كما تلاحظ حضرتك كلمة قرآن هي بالضبط قريانة يعني في اللغة الآرامية والدليل على ذلك أنه في القريانة تجد هناك بعض المقاطع من الكتاب المقدس وتسمى أو فصول فتسمى بالصورثة صورثة تقابلها في القرآن صورة والصورة هي طبعا مقطع من مقاطع النص في القرآن 114 صورة بينما حتى في التعبير تعبير الأرامي تقول صورة كتاب أو صورة كتاب هذه معناها باللغة الأرامية معناها المتن من الكتاب المقدس يعني إشارة واضحة لأجزاء من الكتاب المقدس بينما كلمة آية تقابلها آثى يعني بما أن التنقيط لم يكن موجودا بدل ما تقرأ آثى قرئت آية نقطت نقطتين تحت النبرة فكلمة آثى معناها معناها أعجوبة معناها علامة معناها مقطع شغير من الكتاب المقدس فهذه هذه الاكتشافات الموجودة داخل النص القرآني فهي تعطينا أنه النص القرآني هو يأخذ مشروعيته من الكتب التي سبقته ولا زالت بعض الآثار داخل النص داخل رسم الموصحف موجودة إلى الآن فكلمة مثلا زكاة يعني بدل ما تكتب بالألف هي كان تكتب بالواو ركوة وهي في الأصل زكوثة زكوثة باللغة الأرامية معناها تطهير المال تطهير المال بتقديم الصدقات والعشور يعني الموضوع كده كله طلع مش بلسان عربي مبين لا هو بلسان عربي لأنه هو عربت هذه الكلمة هي عربت الكلمة لكن العربت الكلمات أنه فيها يعني اقتباسات من لغات أخرى كثيرة نعم مثلا اللغة لا هي تلت لغات فقط الأرامية والعبرية واللغة اليونانية فمثلا فمثلا كلمة إنجيل كلمة إنجيل تقابلها في اللغة العربية بشارة خبر صار بشارة لكن القرآن وضعها كما هي بالأصل اليوناني إبانجيليو إنجيل فعرب الكلمة وأصبحت إنجيل هكذا كذلك كلمة يعني بعض الأسماء مثل إلياس نبي إليا باليوناني إلياس فوضع اسم هذا النبي بالترجمة اليونانية يعني لم يذهب إلى الترجمة العربية مباشرة أو الأرامية أو العبرية فهو أخذها هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النص مأخود من ترجمة يونانية نعم إذن حدرتك بتقول أنه يعني قلت قبل كذا أنه كان هناك كتب كثيرة تشبه القرآن والقرآن أخذ من هذه الكتب سواء كانت كتب مقدسة أو كانت مثلا كتب أسطورية مثلا في من الناس اللي كانوا محطين بمحمد كان بيأخذ منهم بعض القصص اللي موجود في القرآن النهار ده هتلاقيه مأخود من أحاديثه مع الناس كتير كانوا محيطين نعم نعم هو كان طبعا ليقدم هذا التعليم ليقدمه بلسان عربي نجد أن عبارة بلسان عربي مبين موجودة عدة مرات أعتقل تسعة أو عشر مرات موجودة بلسان عربي مبين معناها القرآن هو أول كتاب عربي وهذا الكتاب هو طبعا بالعربي يعني هو يشير وكأنه يعني يعني وكأنك بتوضح المواضح هو واضح أنه بعربي فكان يقول بلسان عربي معناها يشير إلى أصله الآرامي وأصله اليوناني وأصله العبري لهذا تقصد ينكر عندما أقول لا لا ينكر هو فقط يقول بما أنه في معظم النصوص المقدسة كانت مكتوبة باليوناني مثلا الأناجيل كانت مكتوبة باللغة اليوناني كذلك الترجمة السبعينية للتناخ فهذه كانت باليوناني كذلك فإذا قدمنا التعليم بلغة يونانية للعرب سوف يقولون يعني الشخص المعلم هو عربي ويقدم لنا لغة عجمية فهذا غير مقبول فهو عرب اليوناني فهو يعني يعني دي نسخة عربية دي نسخة عرب اليوناني عرب عرب اليوناني والعبري والأرامي نعم ويشير دائما إلى أصله فممكن تقول أنه يعني يعتقد معظم الناس أنه محمد هو الشخصية المحورية في القرآن لكن للأسف ليس هو الشخصية المحورية هو فقط أربع مرات مذكور في القرآن وهذه الأربع مرات يعني مبهمة لا يمكن أن تصنع لنا مخيل لشخصية محمد لكن إيه أهمية أنه محمد يكون الشخصية المحورية في القرآن لأنه مثلا عندما نتحدث عن الإنجيل فنتحدث عن شخصية المسيح يعني كل ما عامله المسيح كل ما قام به من معجزات وكل ما فعله وكل ما قاله مكتوب في الأنجيل فهو يخص الأنجيل لكن عندما نتحدث بداية للنهاية كله عن شخص المسيح حتى كل ما تكلمنا بنتكلم عن شخص المسيح علشان كلنا نبقى زيه مثل نعم هو الشخصية المحورية هو الشخصية المحورية في الإنجيل لكن في القرآن محمد ليس هو الشخصية المحورية كما يمكن أن يفهم لكن من هو الشخصية المحورية هو موسى فموسى ذكر ما يناهز 136 مرة يعني لو قارننا موسى شخصية موسى مع شخصية محمد نجد نسبة 97% تتحدث عن موسى و 3% أو أقل من 3% فقط تتحدث عن محمد وبشكل مبهام كذلك إبراهيم أبو الأنبياء فهو مذكور 70 مرة عيسى عيسى كلمة عيسى مذكور 25 مرة ابن مريم 23 مرة المسيح 11 مرة يعني هناك تقديم لتعليم كان موجود بلغات أخرى كاللغة على رأسها اللغة اليونانية فيقدمها لنا القرآن بلسان عربي مبين مبين معناه واضح مفهوم لكن الإشكال أنه فقهاء الإسلام دائما ما يقولون أنه وقد اختلف العلماء في ذلك على كل آية وقد اختلف العلماء في ذلك والله أعلم أين هو البيان؟ فالقرآن يقول بوضوح بلسان عربي بلسان عربي مبين معناها واضح معناها مفهوم فالنص القرآني يعود إلى منطقة معينة كان عرب تلك المنطقة يتحدثون هذه اللغة بطلاقة ويفهمونها يعني تذكر فقط النصف المتلقي يفهم مباشرة لكن المسافة مبين تلك اللغة أو اللسان مع علماء الإسلام في التفسير يعني لنا أكثر من قرن ونصف أو قرنين من الزمال لما جاء المفسرون كالطبري على سبيل المثال هم من أعطوا هذه الاختلافات ويقولون عن ابن عباس قال كذا وعن مجاهد قال كذا يعني هناك اختلافات لكن هذا النص عندما نرجعه إلى فقه اللغة المقارن وهي المادة الفيلولوجية فهذه المادة هي التي تسهل لنا قراءة النص وتصبح النص واضح ومفهوم لا يحتاج إلى تفسير فنحتاج فقط إلى دراسة اللغة نعم إذن هذه الدراسة هي اللي ممكن تخلينا نكتشف ما بداخل النص لكن يعني وقعيا هل يصبح القرآن بقراءته بهذه الطريقة واضح وبسيط ومفهوم أنا لا أعتقد أنا بقول رأيي لكن لأنه هناك معضلات كثيرة في الفهم وعشان كده النهاردة الفقهاء والشيوخ بيقولك أنك يعني لازم ترفق السنة بالقرآن علشان تقدر توصل لحاجات كتير الصلاة التقوس التي يقوم بها المسلمين كلها موجودة في السنة مش موجودة في القرآن وهكذا يعني لا يصح للقرآن وحده أن يفهم بدون الحاجات التانية اللي لزق فيها ببساطة لماذا يا سيدات الكريمة؟ لسبب مهم جدا أولا هذه الأحاتيث كتبت ودونت ووتقت في العصر العباسي لا نجد أي مخطوطة على الإطلاق تعود للعصر لعصر الأمويين على سبيل المثال كل التفاسير التي أتى بها علماء الإسلام تعود إلى العصر العباسي والإشكال اللي حصل الدئيم والدى زمنية يعني أكثر أكثر من قرن أكثر من قرن ونصف أو قرنين من الزمان على البعد على البعد الزماني لأن النص القرآني هو يأخذ مرجعيته من الكتب السابقة فعلى هؤلاء علماء الإسلام أن يفهموا الكتب السابقة ويدرسوها دراسة جيدة لحتى يفهموا القرآن لأنه هو حتى النص القرآني يتحدث عن نفسه فيقول مثلا على سبيل المثال في سورة يونس الآية 37 وما كان هذا القرآن أن يفترى لأنه ممكن حد يقول أنه فيه كذب ليس نصا مقدسا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه بين يديه من؟ تصديق لمن بين يديه شخصية محمد وتفصيل الكتاب لا ريب فيه يعني إشارة إلى وجود كتاب بين يدي محمد كان هناك كتابا بين يدي محمد لم يكن كتابا عربيا طبعا وإنما كان بلغة أخرى ممكن تكون يونانية ممكن تكون آرامية ممكن تكون عبرية ولكن الأرجح أنها كانت بلغة آرامية العهد القديم والعهد الجديد مثلا وكتب أخرى زي الكتب اليهودية التي كانت موجودة في هذا الوقت نعم نعم عندما تدرس هذه الكتب من مصادرها الأساسية وبلغاتها الأساسية أنا داك تستطيع أن تفهم النص القرآني وما يحاول الوصول إليه نعم وما قدمه علماء الإسلام هو فقط جهاد من ناحية اللغة واللغة تطورت ففي البداية كانت فقط لسان لسان عربي ولم يكن لغة لأن اللغة هي تتبع إلى قواعد صارمة في قواعد نحو صارمة وهذه تطورة في عصر خليل بن أحمد الفراهدي على سبيل المثال وسبويه ومجموعة من ما يسمون بعلماء النحو فهؤلاء هم من حاولوا يعني تقييد وتقنين هذا النص لكي يصبح نصا مقدسا فالقرآن يعني يشير إلى تلك ذلك الكتاب مثلا في صورة المائدة ألف لام ذلك الكتاب لا ريب في العلماء الإسلام يقولون أنه هو القرآن لا يا سيدي هو لا يتحدث عن القرآن وإنما يتحدث عن الكتب السابقة التي كانت بين يديه التي هي هذا القرآن أصبح تفصيل وتصديق لذلك الكتاب الذي سيحنا تعلمنا أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هو يتكلم عن القرآن كلنا نشأنا على هذا يعني كيف تثبت للمشاهد اليوم أنه كان يتكلم عن كتب مقدسة أخرى موجودة حتى يخفو وجود كتب مقدسة كانت موجودة في ذلك العصر والقرآن هو استمد تعليمه واستمد شرعيته من ذلك الكتاب وذلك الكتاب لا ريب فيه معناه أنه متقون وقانوني مئة في المئة وليس به أي أخطاء وليس به أي تحريف وإن وإن جاء أي تحريف فهو تحريف بالقول وليس بالكتابة بالزبط أو حين نعم نعم يعني هذا الكتاب كان يورط يعني يورط في التعليم عند الكنائس وعند رجال الرجال الدين المعابد اليهودية والقرآن يشير إلى ذلك في صورة فاطر الآية 31 ويقول والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه أو مرة أخرى يصدق ما بين يديه في كتاب بين يديه وتأكيدات على صدقه ويسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكل ده نعم نعم قدامنا تقريبا يعني يمكن ثلاث دقائق أوكي ثلاث دقائق بالزبط نعم مش أدري أقول حضرتك قد إيه إحنا استمتعنا بوجودك معنا واستمتعنا بالعلم الغزير اللي ربنا ادهو لك يعني لازم يكون لنا معاد آخر ناخد فيه مواضيع أخرى بالتحديد لكن أرجع كده بعد سماعي الكلام حضرتك كله النهاردة أفتكر الرسالة الأولى للمشاهد اللي بعتها لنا النهاردة اللي بيقول لنا إنه هذا القرآن محفوظ في الصدور وكل ده الحقيقة إن أنا يعني لو كان هذا القرآن محفوظا في الصدور كيف كنا سنجده اليوم هل كان هيبقى هو هو نفس الحبز نفس الكلام ولا كان هيحور ولا كان هيبقى لعبة التليفون على موصلنا وهكذا أسئلة كثيرة يعني السؤال ده بيقول لنا إنه لسان حال المسلم النهاردة ما يعرفش الحقائق الكثيرة الموجودة في موضوع المخطوطات وحفظ القرآن وحرق القرآن اللي كانت موجودة في هذا الوقت لو ليك رسالة صغيرة لهذا المشاهد وأمثاله تقول لهم إيه النهاردة نعم هو كما قلنا يعني كخلاصة للحلقة كلها أن القرآن لم يكن محفوظا في الصدور لأنه هناك اختلافات كثيرة في المصاحف بشهادة الموروط الإسلام نفسه في مصاحف الصحابة وكذلك عندنا دليل مادي وهو طرس صنعاء يشهد على هذا الاختلاف لأنه لم يكن قانونيا يعني النص القانوني موحد لم يكن بعد وحتى هذه القراءات جاءت بسبب إشكال الحروف التي كانت غير منقطة وأنها أخذت من الخط النبطي رغم أنه الخط النبطي يعود إلى منطقة الأردن وإلى الشمال كذلك كذلك نقول أنه أنظروا أن الأزهر على سبيل المثال لها جهل كبير في عدم معرفة دراسة المخطوطات من ناحية الكوديكولوجية ومن ناحية الباليوغرافية ف يعني هذا التعليم لا يقدم في الجامعات الإسلامية بصفة عامة طبعا أصبحت بعض تركيا وإيران تهتم بهذا الموضوع لكن باقي الدول الإسلامية لا تهتم بموضوع المخطوطات لأنها تكشف أسرار وإحنا لم نقل بالأسرار الكبرى لازم يعني ممكن أقول أنه عندنا أدلة الآن إذن الحلقة اللي جاية الحلقة اللي جاية لازم نسميها بقى الأسرار الكبرى أنا بشكرك جدا نعم ويعني سعيدة جدا بوجود حضرتك معنا وبشكر المشاهدين كمان أنهم استمعوا على وعد ما حضرتك تكون معنا في حلقات قادمة أنا بصلي أنه النهاردة تكون في حلقة اليوم أشياء فتحت قلوبكم وعقولكم على البحث والفهم وسؤال الله لأنه ده يخص قلبك وحياتك الروحية وعلاقتك بالله بنصلي من أجلكم بنحبكم جدا كل الأبحاث والأمور اللي أنتو بتشوفوها واللي بنعرضها لكم النهاردة دي من أجل إن الله يفتح عيونك لمعرفته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر